تسعى الولايات المتحدة جاهدة لمنعي الصين من الحصول على الشرائح الدقيقة التي تصنعها شركة أمريكية مخافة أن تستخدمها بكين لتطوير جيشها في ظل توتر العلاقة بين البلدين لكن الحظر الأمريكي يواجه تحديات كثيرة كما أن تجارة رقائق الدقيقة في الأسواق الصينية تشهد رواجا كبيرة الرقائق الدقيقة أحد المكونات الحيوية في تطوير صناعة الدكاء الصناعي أصبحت صحة للمواجهة بين بكين وواشنطن إذ تسعى الأخيرة لمنع الصين من الحصول عليها خوفا من استخدامها في مجالات عسكرية لكن المساعي الأمريكية تواجهها تحديات كثيرة فالرقائق الدقيقة التي تعد واحدة من أكثر التقنيات المطلوبة في العالم والتي تستخدم أيضا في تصنع السيارات ذاتية القيادة والروبوتات والبخوث الطبية وغيرها وتصنعها شركات أمريكية هذه الرقائق تنتشر على نحو واسع في أسواق كبيرة في العديد من المدن الصينية وبحسب خبراء فإن الولايات المتحدة حققت حتى الآن نجاحا محدودا في السيطرة على تصدير هذه الرقائق للصين ويعود ذلك بصورة جزئية إلى التحيول على القيود الأمريكية وسط التنافس العسكري المتزايد بين البلدين بحسب صحيفة نيويورك تايمز وتقول إنفيديا وشركات أمريكية أخرى أنها تلتزم بالقيود ولكنها لا تستطيع التحكم في سلسلة التوزيع الخاصة بها كما أن الحضر كلف الشركات الأمريكية مليارات الدولارات من المبيعات بحسب خبراء ووجدت شركات في جميع أنحاء العالم طرقا للالتفاف على القيود الأمريكية أملا في تحقيق الأرباح كما أنشأ الصينيون واحدة من أكبر شركات تصنيع خوادم الدكاء الاصطناعي في العالم وتعد شركة نيتريكس إحدى أكبر الشركات المصنعة لخوادم الدكاء الاصطناعي في الصين مثلا على كيفية ازدهار الأعمال التجارية على الرغم من القيود الأمريكية منذ إطلاق منتجه الأول في إبريل 2020 وأدت الرقائق وهي ابتكار أمريكي إلى حدوث تقدم سريعين في التكنولوجيا الدفاعية ما أثار مخاوف الولايات المتحدة من أنها قد تساعد الصين في تطوير أسلحة متفوقة وشن هجمات إلكترونية واتخاذ قرارات أسرع في ساحة المهركة وللمزيد تنظم إلينا مباشرة من بيرلينا الباحثة المختصة بالأمن الدولي والسيبراني في قسم الدرسة الحربية في جامعة كينغس كالج في لندن مارينا ميران أهلا بك على أهواء الحرى ربما هذا السعي لمنع الصين من الحصول على هذه الشرائح الدقيقة التي تنتج عن طريق أمريكي إلى أي مدى هي جد أو هي تخوفات في مجالها أو مكانها مساء الخير نعم المخاوف الأساسية هي أن الصين تعمل على ما نسميه أو قد نسميه الدكاء الاصطناعي العسكري ومن منظور أمريكي هكذا نوع من الذكاء يمكن أن يستعمل في إطار أسلحة فتكة فهناك ضرورة للتأكد أن الصين ليس لديها قدرات استعمال أو إدراج نظم تعتمد على الذكاء الاصطناعي في أسلحتها ونظمها العسكرية لو نظرنا إلى ما تنشره الصين فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي العسكري فهي تتكلم كثيرا عن دور الذكاء الاصطناعي في منظومات الصين وهناك مخاوف تتعلق أيضا في الأبحاث والتقدم المشكلة ليست بالضرورة في أشباه الموصلات هنا يمكن أن نجد أن الصين تنتج أشباه الموصلات إلى حد كبير ولكن المشكلة التي تواجهها الصين في الواقع تتعلق بالبيانات العسكرية لأن الصين لم تخط حربا منذ أكثر من أربعين عاما والبيانات التي تحتاج إليها كانت تسجل يدويا وهي تحتاج إلى رقمنة هذه البيانات وهناك أيضا مشكلة تخزين هذه البيانات من دون أن تكون هناك عمليات احتيال أو سرقة سيبرانية فكل ذلك يعتبر مهما لأن البيانات أساسية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي أنا بالتالي أفهم مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية يجدر علينا أن نفهم تماما ما هي التحديات التي تواجهها الصين فيما يتعلق بإدراج الذكاء الاصطناعي العسكري في نظمها أنت تحدثي عن عدد من التحديات سيدة ميرون والتي ربما قد تشكل مشكلة لحصول الصين على الشرائح الدقيقة التي تصنعها شركات أمريكية ماذا عن السوق في داخل الصيني ولا سيما وأن تجارة الرقائق الدقيقة هي رائجة وبحد كبير هل هناك فارق ما بين الشرائح التي تستخدم للأغراض الطبيعية أو المدنية والأخرى التي تستخدم لأغراض عسكرية ببساطة نعم هناك اختلافات في النوعية والصين لم تصل إلى المستوى الذي وصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال لذلك هناك اهتمام في تايوان لأن تايوان يمكنها أن تصنع هذه الرقائق بطريقة فعالة وهناك الكثير من الشركات التي عادت إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصين الآن يمكنها أن تصنع رقائق جيدة ولكن ليس بمستوى التقدم الذي نرىه في الرقائق التي تنجزه أمريكا وبالتالي قد لا تكون هذه الرقائق كافية لاستعمالها لأهداف عسكرية علينا أن نعرف أيضا لماذا ستستعمل الصين هذه الرقائق إن كنا نتكلم عن الصواريخ مثلا أو عن النظم حربية إلكترونية أو غيرها فهنا تختلف الرقائق نريد أن نعرف إلى ما تهدف هذه الرقائق أنت تحدثت عن الرقائق التي تصنعها الصين هل تكتفي بها الصين أم أن لها ربما أماكن أخرى تستطيع الحصول منها على رقائق عالية الجودة أو أعلى من تلك التي تنتجها تكون بديلة عن السوق الأمريكية الرقائق التي تريدها الصين هي الرقائق الأمريكية تحديدا طبعا يمكن للصين أن تصنع رقائق لها ليست بنوعية الرقائق الأمريكية ولكن مجددا الأمر ينسحب على الأنظمة التي تريد أن تشغلها الصين ونعرف مجددا أن الشركات المصنعة لهذه الرقائق في تايوان قد أعيدت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأن تايوان قريبة من الصين وأيضا لأن الصين قد تتمكن من منافسة أمريكا في إنتاج هذه الرقائق لأن كل المعلومات المتوفرة لدى تايوان تمكنها من ذلك رصدت عملية ربما لمحاولة الصين للالتفاف للحصول ربما على هذه الرقائق كيف تتم عمليات الرصد هذه وما هي السبل لمواجهتها؟ هناك دائما ثغرات عندما نتكلم عن العقوبات عندما مثلا تكون لدينا شركات في الخارج تشتري أشباه الموصلات وتستعمل تكنولوجيا تحتاج إلى هذه الرقائق وليست بالضرورة العسكرية فيمكن أن تشحن إلى الصين عبر فريق ثالث هناك مثال عندما نركز على روسيا على سبيل المثال إن وصلت بعض هذه المكونات إلى روسيا رغم كل العقوبات فيمكن أن تنقل إلى الصين هذا بالفعل مثال جيد ويوضح بالفعل الآلية التي تحدث في بعض الأحيان للالتفاف على هذه العقوبات شكرا لك ضيفتي من برلين الباحثة المختصة بالأمن الدولي والسيبراني في قسم دراساتي الحربية في جماعة كينغز كالوج بلاندن مارينا ماريون